إعادة طول حياتها فالنهار دا هنحاول نعرف تفاصيل أكتر من خلال الكتب الصحفي والروائي وصدقنا العزيز الأستاذ محمد توفيق برحب بيك أستاذ محمد وصباح الفل صباح الجمال أخبار حضرتك إيه زي الفل عامل إيه مع الإشعاعات؟ أه لا إحنا بلد زمان كان بلد شهادات صحيح على رأيي الزعيم دلوقتي إشعاعات صحيح؟ دلوقتي بلد إشعاعات صحيح لدرجة أن إحنا في الوقت كان عندنا 21 ألف إشعاع في ثلاث شهور دي إمتى دي؟ ده في 22 ألف إشعاعات فأنت متخيل أنه كان بالضبط لما تجي بقى تحسبها هتلاقي كل ست دقايق إشعاع يعني رقم ندخل به موسوعة جينيس وإحنا مطمئنين جدا في الإشعاعات بسألة مرعبة رقم رهيب يمكن فيه ثلاث فئات مستهدفين طول وقت من الإشعاعات تعليم والصحة والاقتصاد الثلاثة الثلاثة دول رأس الحربة بفعل الإشعاعات في مصر يعني أغلب الإشعاعات بتطلع في المنطقة دي هل إحنا بنحب نصدق الإشعاع؟ أو ما بتسبتش من المعلومة اللي بتتقالق؟ للأسف وللأسف بتدخل علينا إشعاعات يعني ما تخشش يعني يعني تفح زيادة عن الزوم لا وما تتصدقش خالص يعني تبقى مستغرب يعني آخر إشعة مثلا كانت فكرة تصديقها غريب جدا بالنسبة لي بتاعت طبعا المؤمن زاكرية اللي هو الناس اللي فبركت وعملت عمل لي وفي المقبرة تابعة للكارت المجد عبدالغاني فتقعد يعني الكلام واضح من أول لحظة إنه كلام سازج يعني حتى اللي مفبرك الإشعاعات محتاجة أكمل تعليمه عشان يفبرك إشعاعات تتصدق شوي فتكتشف إنه زي متى لدرجة إنه جابهوا ترابي واستضفوا حاجات كده ده استضفوا ترابي واستضفوا قريبه واصحابه ومين اللي طلع البتاعها ولما شافها شاف كلام سازج ويصل إلى حد السازجة يعني شكل عيب إن حد يتنقش حواليه أصلا فتكتشف إنه ترند وترند رقم واحد ونجيب بقى كابتن مجد عبدالغاني يتكلم ونجيب ترابي يتكلم ونشوف الاتنين قالوا إيه أنا بصراحة فرحت في الآخر لما خدوا ثلاث سنين حبس يعني صدر الحكم بحبسهم عشان الناس تفكر كتير قوي قبل ما تطلع إشاعات صد أنا متابعتش الموضوع خلص على إيه لا خلص لا وبصراحة في وقت قياسي يعني في وقت قياسي جدا جدا إنه خدوا ثلاث سنين حبسي ممكن حتى جايب الحكم بتاع المسألة دي لأنه كانت المسألة تخض إنت إشاعة طلعت ترند وزي ما يقوله كده طلعت وشاء تنزل بس عايزة أقولك حاجة لأن انت صدقت ليه لأن انت دلوقتي كتير جدا لما بيجوا ينظفوا المقابر بيتلاقي أعمال بس ما فيش منطق يعني أنا قصد إن ده حاجة موجودة أصلا في المجتمع ماشي بس هي تركيبتها كلها ما فيش منطق أولا أنت تقول معمول لمؤمن زكريا اللي عمله كبد مجد عبدالغاني طب كبد مجد عبدالغاني هو بي نفسه يعني أنت ممكن تجيب مثلا لعيف الأهلي تاني كان عايز يلعب مكانه فعمله له عشان يعني يبقى فيه شيء من المنطق حبك بالضبط لكن انت جايب واحد الاتنين ما تقابلوش في الحياة يعني ما نومش علاقة ببعض غلص ما فيش خناءة بينهم يعني انت مثلا ممكن تجيب اتنين من المشاهير في خناءات شهيرة بينهم شاول أسامي وتجيب إن ده عامل عمل ده كلام بعيد عنه سازك برضو هيبقى لكن وارد إنه تصدق حد ما بتوعش برخيت يصدق الفكرة دي لكن إنك تقول على اتنين ما فيش أي علاقة بينهم فالإشاعة هي ضربة نفسها من أول لحظة هي مكدبة نفسها في أول ثانية ورغم كده تصدقت تتصدقت بعقل تنتشر تنتشر برضو عندنا برضو الإشاعة في الفترة الأخيرة كانت برضو مكسرة الدنيا المتين جنيه اللي هي الناس كلها بتتداول المتين جنيه هتصدر لسه تاني يوم يعني مكتوبة بتاريخ يمكن أنا جيبها بتمانية أكتوبر ويه هي دي مكتوبة عليها تاريخ 8 أكتوبر بينما هي متدولة يوم 7 أكتوبر ويهي قصة المتين جنيه القصة إن واحد كاتب بوست بيقول أنا لقيت المتين جنيه دي يعني كأنه عادي بيشتري حاجة ولقى المتين جنيه دي نزلاله من المكانة وإنه بيتعامل بيها وإزاي بوصوا التاريخ هتلاقوا لسه تاريخ لسه مجاش مجاش طبعا إشاعة عايز أقولك بقى إيه البوست ده ناس كتير كتابتوا أنها حصلت معاها هي أنا كمان على فكرة آه أنا شفت المتين جنيه دي ونزلتها من مكانة والبقال الدهاني يعني كل واحد حكى حكاية فبقى الترند رهيب جدا ده المتين جنيه أنا بشفق قوي على المركز الألامي التابع لمجلس الوزر آه طبعا لأنه بيطلع يكذب حاجات والله العظيم فعلا ما تتصدق صحيح بس هو واجبه عشان يقول للناس أن الكلام ده مش حقيق صحيح يستعلى دفق قضايا كتير قوي قوي دي مشكلة مشكلة كبيرة تخيل كيان رسمي وغصب عنه بيطلع يكذب حاجات غير منطقية صحيح بس هو ده واجب عليه عشان برضو اللي عنده خلطة في المعلومة لا يا سيد يا ده المصدر رسمي بيقول لك ما فيش الكلام والله أنا بستغرق نعمل لك يثني أكتر من كده أنت أحيانا بتلاقي ناس بتصدق والمفروض أني لها مكانة اجتماعية يعني أنا فاكر أني كان فيه إشاعة مش هقول اسم الشخص بسطلع على موزيعة مشهورة معروف متجوزة مين إن هي متجوزة واحد تاني فحتى الإشاعة كمنطق مش راجبة مش راجبة خالص هي قريدي متجوزة وعندها عيال ومعروفة ومعروف مين جوزها وجوزها شخصية عامة وكل حاجة ومع ذلك ترند والناس كلها وألاف الشير وألاف أيوة أخيرا اكتشفناك وانتي عشان كده مش عارف بتعمل وانتي عشان كده قلت فالكلام وتلاقي بقى للأسف شخصيات لها مكانة اجتماعية بتشاري الكلام ده ومصدقها فتبقى يعني عامل كده زي الفيلم مسكيني عبد الواحد حبيبي انت ازاي بيسدها حاجة زي كده والله الواحد قبل ما بيشاير اي معلومة احنا مثلا بنحط حاجات لطيفة بتاع انما لو معلومة بجد ده انت بترجع لمية مصدر قبل ما تشاير بالزبط لان دي كلمة هي كلمة أمانة برضو جدا هي من باب الأمانة سواء كلمة انت بتقولها باللسانك او بتشايرها على اي منص صحيح من أشهر بقى الإشاعات في التمانينات إشاعة كانت مرتبطة بالزعيم عدل الإمام كان طلعت إشاعة وإشاعة كانت قوية جدا بمناسبة قوية بشكل غير طبيعي في مصر انه الحكومة المصرية في التمانينات اتفقت مع الفنان عدل الإمام انه هو يسد ديون مصر انا فاكر حاجة شبه كده كويس والفنان عدل الإمام اشترط ايه بقى اشترط ان يحط صورته على الجنيه بالمناسبة الاشاعة دي بقى صدامة خفيفة جدا بس كانت متصدقة جدا 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 لدرجة ان يحط الصورة بقى ورافع حاجبه كده وبتاعه ولا ايه بالظبط وصورة مصرحية الزعيم وده تصادف مع عرض مصرحية الزعيم في وقت من الوقت يبقى الزعيم على الجنيه بالظبط فيتحط فاتفقوا معاه ان هو يسد ديون مصر مقابل انه يحط صورته على الجنيه طبعا الفنان عدل الإمام بس لفنان ما خفيفة جدا بس هو نفل الإشاعة وقال يعني معايش فلوس لدرجة النصر على حجوة الحكومة أكيد مش محتاجاني أول الدرجات دي يعني وقاعد يسخر من الفكرة السازجلة في مسألة دي بس كانت منتشرة بس أيام بقى الإشاعات الجميلة اللي هي بتنتشر على القهوة قبل ما نروح للسوشيال ميديا دزود المسألة بشكل كبير جدا جدا يعني انت إشاعات الزمن الجميل كان أخرها على القهوة وأخرها نفي في جورنان الأهرام مثلا فخلاص الموضوع خلص يعني الموضوع بيتقتل ببساطة بمجرد ما يطلع الفنان ينفي وقت لكن انت مع السوشيال ميديا انت المكنة بتاعت اللي شعب